أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مصر لتتدخر جهدا في تعزيز علاقاتها التاريخية راصخة بأذربيجان لفتا إلى وجود دفعة نوعية وزخم إيجابي للعلاقات بين البلدين جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس مجلس النواب أمام بارلمان أذربيجان في إطار زيارته الرسمية لجمهورية أذربيجان تلبية لدعوة رئيسة البرلمان وأشار جبالي خلال كلمته إلى سعي مصر الراسخ لتعزيز علاقات التعاون مع أذربيجان وأتبادل الخبرات خاصة في مجال البنية التحتية والذي حققت فيه مصر طفرة هائلة